نبدأ إن شاء الله في لقاء اليوم يلا بسم الله بسم الله شو موضوعات اليوم اللي حنناقش فيها اليوم في اللقاء الرابع إن شاء الله حنواصل طرح عن حديثنا في الموضوع الكبير اللي هو علم الوعي أو الكونشينشولوجي موضوع اليوم الكبير هو مركبات الوعي أو هيئات الوعي بالإنجليزي الهيئات التي يستخدمها الوعي للتجلي الكلام كده طبعا ممكن يبقى كبير كبير لكن هنشرحه بعد شوية إن شاء الله إن شاء الله طيب نبدأ في هذه المركبات كم عددها طيب قبل ما أبتدي في كم عددها في شخص فاضل ما عرفه رجل ولا سيدة قالوا إنه تشبيه جيد ممكن يكون أفضل من ثلاثة ساعات من النقاش بيزد في مواضيع جديدة ومعقدة زيدي فخلونا نبتدي بتشبيه يعني حنستفيد شنو من إنه نعرف مركبات الوعي وكيف الوعي بتجلي إذا هنأخذ التشبيه هو مشهور جدا لكن هو بالنسبة لي أحسن تشبيه بيشرح الفكرة تشبيه الفيديو جيمز أو الألعاب الإلكترونية في الفيديو جيمز بيكون أنا اللاعب لما أكون أنا بلعب أنا ما هيجي وقت من الأوكاد حأنسى إنه أنا منفصل عن هذه اللعبة فنمكن نعتبر إنه الوعي هو أنا اللاعب اللي هو البر أوكي؟ الألعاب المختلفة بأسماء كلها فورتنايت أما بعرف فيفا أنا ما بلعب كثير بس بشوف أولادي المهم تسيلوا كذا اللعبة ممكن نعتبر إنه هيئات بيتجلى فيها الوعيدة وكل واحدة فيها عندها طبيعة مختلفة لأنه عندها متطلبات مختلفة فأنا وعيه لما يتجلى في فورتنايت هيكون مختلف متطلباته مختلفة والحاجات المطلوبة منه مختلفة عن لما يتجلى في غيره سوبر ماريو أو غيره ليه؟ لأنه بديك طبيعة مختلفة لكن في كل واحد منها وعيه اللي هو أنا البر المراقب ده تجلى كان هنا بخصائص معينة في اللعبة الثانية بخصائص معينة في اللعبة البعضة بخصائص معينة إذا خذنا التشبيه ده على المركبات والهيئات اللي عاوزين نقوله اليوم فالوعي هو الشيء الكبير هو المراقب هو الأساس هو جوهرنا زي ما عرفناه قبل كده جوهرنا ده ما عنده هيئة معينة لكن بيستخدم هيئات متعددة عشان يتجلى عشان يختبر نحن نقدر نختبر نحن نفسه الهيئات دي هي أربعة والمركبات دي أربعة الهيئة الأولى هاو المركبة الأولى قبل ما تقلق المركبات دكتورة في أنا عندي تشبيه ممكن يساعد شوي كمعا يعني سبيل المثال لما إحنا نحاول نستكشف أعماق البحار لو تشوفوا إن هي يعني بدلة الغواص الخاصة باستكشاف أعماق البحار بتجدوا إن هي ضخمة جدا حديدية مجالات الحركة فيها بتكون كتير محدودة يعني الغواص لما يرتدي هذه البدلة الخاصة بيكون عنده ما بيقدر يتحرك بمرونة وبالاتجاهات اللي ممكن يتحرك فيها بالحال العادية فمثل هذه يعني البدلة إلها يعني قيود معينة في الحركة وإلها شروط معينة ممكن نسميها يعني مجال الرؤية بيكون فيها أيضا محدود حسب ما هو متاح فممكن ننظر إلى الإجسام على إنها يعني أوعية أو أطر معينة نستكشف فيها مجالات مختلفة من الوجود مع القيود المفروضة على كل واحدة من هذه الأوعية أو ممكن كل واحدة من هذه المركبات اللي بتقيد قدرتنا على استبار جانب من جوانب الواقع يعني الواقع هو واحد لكن ما أصدع نختبره محدود جدا بحدود المركبة التي نستخدمها بالضبط بالضبط المركبات والأوعية زي ما قلت أو الأفاتار برضو تشبيه تاني كل واحدة فيها عنده خصائص والخصائص دي ممكن تكون بتحد التجربة في البعدة المعين لكن كمان الخصائص دي يخلينا نختبر البعدة بصفاته النوجودة فيه نرجع لفكرة الوعي الوعي الأساسي اللي هو جوهرنا لما يجي يتجلى أو يختبر نفسه عبر المركبات المختلفة كل على بعض المركبات دي أو الأجساد في مدارس تاني برضو بسموها الأجساد المختلفة كل على بعضها بيسميها في علم الوعي الهولو سوما كلمة هولو سوما مكسومة لقسمين هولو و سوما هولو من الابل اللاتينية تقريبا معناها كامل أو شامل والسوما تعني جسد فلما نقول هولو سوما بنكون بنعني مجموعة الأجساد الأجساد كلها جسد الفيزيائي والأثيري والطاقي والحنتكلم عنهم بعد شوية سبتنا أول حاجة انهي الهولو سوما الهولو سوما هو في أربعة أجساد أجساد أربعة سوماز كل واحدة فإحنا سبتنا انه سوما هي جسد هنغير الأول ده بس بدله سوما هنغيره بيسمى كل جسد الجسد الأول اللي احنا بنعرك من عظمنا بيعرفوه الجسد المادي هنسميه سوما خلاص؟ الجسد التائي اللي هو بعده طوالي الجسد الطاقي هنسميه اينارجو سوما الجسد البعده أو الهيئة البعدها اللي هي الجسد العاطفي هنسميه سايكو سوما أصف الجسد اللي هو الجسد العقلي هنسميه مينتل سوما فما لازم الناس تحفظ طبعا الاسماء بالانجليزي احنا بنقوله بس للناس المهتمين يكونوا عارفينها ممكن تاخدوها بالاسماء اللي هي معروفة في معظم المدارس التانية اللي هي الجسد الفيزيائي جسد الطاقي جسد المشاعري وجسد الفكري أبي في ملاحظة دكتورة هنا كتير مهمة إنه يساق فيه فهم كلمة سوما يعني على سبيل المثال المنتل سوما أو الجسم العقلي يعني في الكونشينتولوجي فيه تحفظ على استخدام كلمة جسم لأن الجسم يعطي إحاء إنه فيه شيء محدد في الفراغ فعشان ليك فيه أحيان نستخدم عبارة أخرى زي المنتل كور أو الأساس الواعي أو الأساس العقلي لأنه ليس له شكل ما فيه أصلا شكل الجسم بدي إحاء إنه عندنا شكل طبعا الشكل يختلف يعني مثلا حتى هندخل بخصائص الأجسام الأربع أو المركبات الأربع يعني مثلا في السايكوسرومة أو الجسم الأثيري بيكون فيه قدرة تغيير الشكل وهذا يتنافع مع المفهوم الخاص بالجسم على إنه شيء محدود بشكل وبكتلة أو حجم معين فلازم لما نستخدم هاي المصطلحات الناس يعرفوا إنه لما نقول الجسم المادي بعد جسم الأثيري نفس المحددات أو نفس المعايير اللي نطبقها لبقية العسام نستخدم كلمة جسد مع تحفظ يعني على درجة الحرية في ذلك الجسم ودرجة تفاعله يعني هي محددات للغة أكثر من كونها يعني معايير تصنف أشياء بطريقة موضوعية بالضبط هي استخدام مجازي لكلمة جسد أو زي ما قلتوا في علم الوعي يعني ما بيميلوا الاستخدام كثير لكن أنا حبيت أربطها بالمدارس الأخرى الموجودة عشان الناس تكون شوية قادرة تعمل عملية ربط في المدارس الثانية بيسموها فعلا الجسد سواء المشاعري أو العقلي أو غيره لكن حتى هناك هم بيكون مستخدمين استخدام مجازي لكلمة جسد لكن صح كلامك طبعا إنه ما بيكون عنده هيئة محددة بما زي الجسد الفيزيائي شكرا وعليكم شكرا وعليكم السلام في عنا قسط أنا عملت قبول هيك بشكل تلقائي فعنا قسط إشراك الدكتورة تستقبل ضدل أهلا بك رضل أهلا بك فالسؤال يعني أمور أكو مصطلح يسموه قدرات ما فوق العقل فجمو ايش سؤالك عفوا في مصطلح يسمى قدرات ما فوق العقل نعم نعم في مصطلح اللي هو أعتقد قد ذك سايكيك يعني سايكيك أبليتي أو بارا سايكولوجي لا يعني قدرات ما فوق العقل يعني ستحركون أهلا بيهاكم كون الحوار على قدرات هاي كلها قدرات عقلية وقدرات جسدية بس تتجسد يعني بالجسم يعني بس تتجسد بس القدرات ما فوق العقل يعني ياسم المعروفة بالمصطلح العلم مكتشف تقريبا 10% من الدماغ يعني عقلية البشر ما فوق العقل يعني أكاديميا موجود لو موجود أكاديميا أصلا خلينا جاوبك أنا أساعدك بشكل مبسط أصلا ما قولت إنه 10% فقط من الدماغ هي عاقلة و90% هذه معلومة أصبحت الآن في علم العصاب قرافة ما في علم عصاب بقول الكلام هذه معلومة قديمة مو عاقلة ومعاقلة يعني العلم مكتشف من إمكانيات العقل 10% هو أقل من هيك بكثير عزيزي ما فيه دراسة علمية بتقدر تقدر نسبة العقل الواعي مقارنة بالعقل اللاواعي أنا بعرف إنه هذا منتشر في التنمية البشرية كثير برددوه وهذا بناء على كثافة بسمية المادة الرمادية الموجودة في الدماغ اللي هي بتشارك بعضها بشارك في في القرار الواعي وبعضها لأ في القرارات اللاواعية بس هذه الخرافة انتهت من زمان يعني ما إلها أساس علمية أصلاً بس أنا فهم السؤال يا قل بتحكيه بس هذا أنا بنصحك يعني لو السؤال هذا تصبر عليه لآخر البث أعتقد حتى تستفيد أكثر يعني أعتقد حتى تكون جاوبناك عليه لأنه ما فيه ما فيه شي يعني لما تقول ما وراء العقل ما فيه معنى للكلام هذا الجسم العقلي هو أعلى جسم موجود في أجسامنا الأثرية أو أجسامنا غير مادية ما فيه شي أعلى من العقل بس إنه إحنا بنحكيه هيك الناس بحكوها هيك برموها كمصطلح بس ما فيه معنى إلها يعني أنا 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 بستنى يعني أنا أكيد أنا هرحب بمدخلتك في نهاية البث بعد ما نشرح الإسلام الأربع بمفهوم الجسم المال السؤال قدرات ما فوق العقل يعني شنو العقل البشري العام المفهوم عندنا يعني العادات الخارقة غير مألوفة يسموهم قدرات ما فوق العقل يعني يعني إنت لو جيت بالموبايل أنا فهم أنت قصدكيش يعني لو جينا بالموبايل مثلا للناس اللي قلنوا عشرين قبل ألف سنة جبنا لهم الموبايل حيصنفون هذا شيء خارق خارق للطبيعة لكن هو شيء طبيعي يعني دارات الكهربائية وطريقة تعملها الجهاز ماشي على قوانين الطبيعة لكن هو بالنسبة إليهم شيء خارق شيء غير طبيعي شيء خارج قدرة عقولهم بس مش العقل اللي أنا حسب اللي بفهمه العقل هو المنطق يعني واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة مثلا هل ممكن يصير واحد زائد اثنين يساوي أربعة؟ هذا بيصير فوق العقل وين هذا موجود؟ هذا مؤام إيش بيك لان سألتك أنا شايف مواضيعه هواي وأكو حقاقة عزمة موجودة مألوفة لنشوف احنا بالواقع الطبيعي يعني متعايشينه يعني هي القدرات يعني مثلا التساؤلات علمية يعني تخاطر التخاطر مو اي واحد يقدر يسوي يعني نادر مصير الحاسس السادس يعني الإحساس أكو خوارة نعم هذا اسمها خارقة للعادة عزيزي مش خارقة للعاقل هادي او مش فوق العاقل هادي هادي بس خارقة للعادة ما نحن معتدين عليه هاي 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 أكو إليها منهجية علمية يعني ذا صير أكو منهجية أكاديمية علمية إليها نعم نعم بنسميه علم الواعي اللي بدرس طبعا العلم الواعي من بثق من الباراسيكولوجي يعني هو بدرس أحد جوانب علم الواعي دراسة الظواهر الخارقة للعادة لأنه ما في في الكونشينتولوجي اشي اسمه خارق للعاقل ما في اشي اسمه معجزات كلها قوانين طبيعية لكن لم نكتشفها بعد لما نكتشفها بصير الأمر يبدو في البداية السحر يبدو شيء خارق يبدو شيء فوق العاقل لكن لما ندرسه ونفهمه ضمن القوانين الطبيعية رح يصبح شيء عادي جدا ومصدقا لكلامك انا كنت اقرأ عن تجارب بعض القبائل في في استراليا قبائل التقليدية كانوا السكان القرية لما يعود الصيادين في اخر النهار كانوا بيحتفلوا وكان احد طبعا الباحثين الغربيين بيكون معاهم يدرس تقليد هذا القبيلة فيتفاجئ انه ليش بيحتفلوا فيجد في النهاية في اخر النهار انه الصيادين اتوا بصيدا عظيم فيسألهم كيف عرفته يقولوا هيك احساس داخل انه استغربوا انه بيسأل هذا السؤال يعني فحتى توارد الافكار ما تتحدث عنه زي توارد الافكار هو يعتبر شيء عادي جدا اصلا في المجتمعات السابقة كان ينظر الى الاحلام والرؤى على انها نافذة الى عالم اخر يتواصل فيه مع اجدادهم يتواصل فيه مع الوجود الاعماق ومع الله لكن احنا عايشين في مجتمع الان مادي مقطع منفصل عن تراثنا الانساني الروح الاعمى فتبدو الاشياء غريبة وتبدو الاشياء غير منطقية او تتجاوز العقل لان هذا الحدد اللي وضعناها لانفسنا احنا عرفنا انفسنا بطريقة مادية فاكيد اي شيء تتجاوز هذا الفهم المادي المحتوى حتى تبدو انها يخارفة او تتجاوز العقل او المادة اوكي عزيزي ممكن نرجع لموضوع المحاضرة استاذا منك اوكي محاضرة ماتكب هي يعني جوهر الموضوع هو العقل احنا علم الواعي ما تتلم عن علم الواعي 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 وين متواجد الواعي ليس متواجد في اي مكان لانه ليس شيء مادي عشان يكون موجود في مكان يجب ان يكون مادة المادة ما لها كتلة ومحددة في الفراغ لكن الواعي ليس بمادة تقدر تقول مثلا معلش لوالدتك تقدر تقول لها انا احبك بوزن خمسة كيلو او انا احبك في مثلا في المكان فلاني والمكان لا لان المشاعر والأحاسيس ليست اشياء مادية لا يمكن انك تتحدث مثل هذا الكلام فهي اشياء اخر مادية لا لا الاحساس بس مو الناتج ماله مادي بس المركز الاحساس وين لا لا مش الدماغ عزيزي التجارب الاقتراب من الموت بعض الناس في هذه التجارب لما يقتربوا من الموت الدماغ يموتوا يعني كليكينيكيا يعني الدماغ يتوقف دقات القلب يتوقف الجسم المادي يموت لكن يرجعوا بعد هذا التجارب ويتحدث عن تجاربهم الراحية عادي يعني ما في اي مشكلة يعني انت وعيك مش مرتبط بالدماغ يعني اذا مرتبط بالدماغ معناه اذا انت موتت ما في واعي بعد الموت يعني تحت انتهي وخلاص ينتهي معك بصدك الوعي كامل اذا كان الوعي اعتمد على الدماغ نقعد وين الوعي والوعي شوني المغيرين وعم طريقة الدماغ احنا متتكلم عن هذا الموضوع لو اتبعنا للنهاية اعتقد كثير اسئلتك رح يتم جابتها ان شاء الله ايوه استاذ هاي السام احنا جاوبنا على السؤال ده لانه يمكن جابتوا فيها تفصيل اين يقع الوعي وعلاقة الوعي بالدماغ في التسجيل الاول بتاعنا هتلاقيه في قناة اليوتيوب بنفس الاسم مايسكيب چانل فهو لانه فيه تفصيل اكتر لكن شرحناه انه علاقة الدماغ بالوعي وين موجود الوعي والكلام ده كله نستأذنك بس لانه نرجع لموضوع الباث شكرا لك شكرا لكن هتلاقي الاجابة احياتي لك شكرا طيب دكتورة ممكن نرجع لموضوعنا نعم نرجع اليوم عفوا على المقاضعة هي ذنبي انا فقط طلع عندي اشعار وعملت اكسبت بدون اديس لا يعرف كله تبع الخطة مقدر طيب وقفنا في انه الوعي بيتجلى في الهيئات او المركبات دية ومجازة احيانا بيطلق عليها الاجسام عشان يختبر نفسه يعني في ابعاد مختلفة ودي واحدة من خصائصه كنا ذكرناها زمان انه الوعي متعدد الابعاد يعني مش بس في البعد المادي طيب نمسيكم واحدة واحدة الاولى الهيئة الاولى او المركبة الاولى او مجازة الجسم الاولى اللى بيتجلى فيه الوعي او الصومة او الجسد المادي فالجسد المادي اللى احنا معظم الناس بتفكر انه دا احنا وخلاص يعني وجودنا كله هو بس جسدنا المادي دا واحنا مموجودين ايا في اي وجود تاني اتعدد جسدونا المادي خلا Sound من الأبعاد اللي بيتجل فيها الوعي لكن معظم الناس بس بتعرف الجسد المادي أو الهيئة المادية أو السومة هي الأكثر خشونة وأكثر كثافة من كل الهيئات التانية لكن في نفس الوقت هي أكثر كثافة بس أكثر هشاشة وطبعا فيها أعضاء الأعضاء اللي بنعرف كلنا زي القلب، الرئتين، الكلة المعدة عشان بتسمح لها أنها تتفاعل مع البعد المادي ده وتأدي الوظائف المطلوبة منها في البعد المادي لكن المهم بس نثبته وعلم الوعي مهتم جدا بتثبيته أنه نحن لسنا هذا الجسد المادي فقط نحن نتجاوز هذا الجسد المادي لكن أكيد هو مهم عشان نختبر به البعد المادي زي خصائصه يعني إذا أنا ببعد مادي هحتاج جسد مادي وهنا برضو ممكن نرجع أن الحتة بتاعت لأن ما يكون فيه غلوف الروحانية وفي المدارس السبريتشوال ويهملوا الجسد ويحسوا أنه لا الجسد ما مهم نترفع عن الجسد وحتى ممكن يهملوا النظافة والاهتمام به وبرضو يهملوا تاني الجوانب المادية التانية زي الألقاب والسعي والمال والكلام ده كله بحجة إنه لا نرتقي روحيا وأنا مرتقي روحيا هنا أنت حتكون زي كأنك أجل نرجع للمثال القبال زي كأنك دخلت لعبة فورتنايت لكن باللبس بتاع سوبر ماريو البي أدي مادية وبالتالي لازم تلبس اللبس بتاعه اللبس بتاعه هو الجسد المعدي هو الألقاب هو النقود دي كلها متطلبات عشان نعيش هنا فيبقى هي مهمة ومهم نعتني بجسدنا المادي زي ما نعتني بباقي الأجساد وما نحملونه بين كل النواحي من ناحية الصحة بتاته والنواحي الأخرى لكن بس بنفصل عن فكرة إنه نحن هذا الجسد المادي فقط يعني أنا ما ألقابي ولا جيسيتي ولا نقودي ولا الحاجات دي كلها أنا لست هذا لكن هم مهمين بس عشان التجربة دي بس دل عاوز أقوله أنا لله الجسد المعدي لو عندك أي إضافة بش ما عمدس نعم أنا عندي إضافات كثيرة بصراحة بدل وأعتقد إنه يعني إحنا ممكن هنا يعني عشان فيه شغلة أغلب الناس ما بيعرفوه علم الوعي هو علم فلا يؤمن بأشياء بدون دليل يعني هما لا يقتات على أشياء أو مبادئ بدون دليل معين لكن لازم نعرف أنه فيه إليه علاقة قديمة بإشي من سميه سبيرتزم أو الأرواحية يعني الأرواحية بدأت بفكرة إنه مع علم كارديك فكرة إنه فيه وسطاء من البشر عندهم قدرة على التواصل مع علم الأرواح وإخبارنا بما يرد في تلك العوالم من أشياء ومن حقائق تساعدنا فيه لما ندرك إحنا مثلا ماذا يحدث بعد الموت يعني مثلا في بعض الكتابات الروحانية خاصة اللي تم كتابتها من خلال فرانسيسكو شيشا فيير عن طريق اللي هو الوسط الروحي لويس كان يتكلم عن يعني بشكل دقيق جدا عن ماذا يحصل بعد الموت عفوا هاتخذ الدكتورة في مشكلة في الاتصال إحنا لجاء الدكتورة صوت واضح أيضا ضعايوة لكن أيوة الصوت واضح نعم فكنت أنا كنت بذكر بس إنه في يعني إحنا أول ما بدأنا نأخذ الدراسة العلمية للعالم الروحاني بدأت مع الأرواحية مع الحركة الروحية مع علم كارديك في القرن منذ صور القرن التاسع من خلال دراسته للوسطاء الروحانيين هم أشخاص بزعموا اتصالهم بعالم الأرواح وحديثهم عن ما يحصل في ذلك العالم ومقارنة الشهادات الشخصية التي تحصل في ذلك العالم يعني الوسطاء مع بعضهم البعض فيسأل نفس السؤال مثلا لا أكثر من وسيط فيشوف هل هم يتفقوا في الكلام أو لا تمام فمن خلال هذه الممارسة بدأ يصدر منهج علمي لدراسة هذه التجارة الكونشينتولوجي يعني بنى على هذه الفكرة لكن أضاف الجانب المنطقي والعلمي عليه فأصبح لا يستند على أي افترضات حتى لو روحية الافترضات الموجودة في الأرواحي لم يعد يستند إليها أصبح يستند فقط على الدليل المباشر المشكلة أن الدليل المباشر دائما غائب عن أغلب الناس يعني نحن نتكلم الآن عن العالم الآخر عن الحياة بعد الموت نتكلم عن نصطاع روحانية نتكلم عن فكرة الخروج من الجسد بعض الناس أصلا هذي فكرة أن الجسد المادي هو مجرد واحد من أربع أستاذ هذي فكرة ضخمة جدا أصلا كيف أستوعبها بالنسبة لهم الفكرة هذي ضخمة جدا أنا كيف مجرد الآن كل ما ألمح وأحسه الآن هو واحد من أربع فقط في أسام أخرى فهذا يطلب أن نقترب تدريجيا من هؤلاء الناس ومن تجاربهم اليومية العادية يعني حتى الناس مثلا لما يختبروا مثلا تجربة معينة يطلقوا مثلا دعوة للذهاب لمناسبة معينة أو يطلقوا مثلا خبر معين في إحساس داخلي بعضنا متصلين فيه الإحساس هذا متصل بالجسم العاطفي وليس بالجسم العقلي في هذه الحالة يعني الشخص يستجيب لجسم العاطفي أكثر من استجابته للإسامة أو الحساس اللي هي الفعلية الجسدية فإحنا يعني التوازن ضروري أن هذه النقطة لكم قد أتكلم عنها التوازن والعمل بكفاءة في هذا المستوى المادي مش معناه حدوة تعلق بجسمنا المادي بشكل مطلق ونتجاهل كل الإسام الأخرى لا لسا تجربتنا الهولوسومة أو تجربة جسمنا النهائي هو مبني على كل هذه الإسام الأربعة فلازم كلها تتصل مع بعض في تجربتنا مش بس جسمنا المادي يعني فبس هذه النقطة أعتقد هذه النقطة اللي كنت حابة تكلم فيها يعني بغيما طبعا بكل تأكيد أيها التجربة ما فقط بنختبرها بالجسد المادي لا لازم طبعا نكون مستحبين كل الأجساد ولكن أنا بتكلم عن أنه هو الجسد المادي محدود فقط في الصلبية المادية يعني في الوسط المادي يعني ما حيمشي للأثير ما حيكون موجود في الأثير والعكس لكن الأجساد لا محتاجين طبعا نكون عايشين يعني نختبر الأجساد كلها ونهتم بالأجساد كلها أنا بس حابة تتكلم عن حتة الإهمال صح ما المفروض نقوم منغمسين في الجسد المادي لكن العكس كمان ما بينفع أنه نهمل الجسد المادي بكذا بفكرة أنه الروحانية وأنه نتجرد من الرغبات والمادية والحاجات الموجودة في نهاية التوازن يعني أفتكر من أهم مفاهيم علم الوعي موضوع التوازن من الجانب الروحي والجانب العقلي والجانب العاطفي والمادي نعم صحيح نعم ننتقل الجسم الطاقي عشان يعني حركتك في الحوار دعم أهلا دكتور عمر نور أهلا دكتور عمر صحيح هلا أظهر طب الحمد لله بيقولوا الصوت بيتكرر هل رجعت للسماعة تاني ولا حاجة لا أنا ما غيرت إشي الصدا هذا مش من عندي الصدا من دكتور عمر آه كتم أنا عامل كتم للميكرافون غريبا أوكي ما بعرف الله أنا شو السبب بعد ما بعرف الله أنا حاطط هيدفونز يمكن مشكلة من عندي ما بعرف الله آه طيب ما في مشكلة نواصل ولو في صدا مزعج آه ممكن ممكن أنا عمل ميوت إذا في صدا عندي ممكن عمل ميوت آه لأ والله إضافتي بسيطة بس آه موضوع فعلا الجسد الطاقي ننظر إليه على إنه واجهة آآ بين الجسم الاثيري والجسم المادي لا ننظر إليه على إنه آآ جسم حامل للوعي نفس الأمر بالنسبة للجسم العقلي لا ننظر إلى الجسم العقلي على إنه آآ يعني مشابه لجسم المادي فرق شاسع بين الاثنين آآ فهي مستميات من استخدامها لكن طبعا التطبيق بيكون مختلف في شكل كبير كل واحد من هذه الأجسام مرتبطة بعمصر معين من طبيعتنا اللي ممكن نتصل فيها بشرية على سبيل المثال الحاجات الفيسولوجية زي الجوع والعطش آآ وغيرها من الرغبات الجسدية مرتبطة بالسومة آآ كل ما هو مرتبط بالمشاعر والأحاسيس من غضب وفرح وحب آآ كلها مرتبطة بجسمنا العاطفي أو الأثيري آآ الأحاسيس الطاقة اللي بشعرها لما نمارس تمانية الطاقة هذي مرتبطة بجسمنا الطاقي فمثلا خلال المبارسة تمانية الطاقة ما نحاول نبحث عن أثار جسدية نحاول نبحث عن أثار أخاف كل جسم طبعا يعني الحساس فيه أفوت الحساس فيه يكون أخاف من الجسد الآخر أخاف هذه الأستاذ على الإطلاق هو الجسم العقلي أو المركز العقلي اللي هو المسؤول عن قدرتنا على إدراك المنطق والعقل والروابط المنطقية بين الأشياء المختلفة وقدرتنا على بناء استنتاجات منطقية عميقة من هذا الأشياء فهي كلها يعني نحن نلمحة في حياتنا اليومية إذا ركزنا فيها إذا ركزنا في الهولو السوم الخاص فينا في كل جزء منه ممكن نلمح هذه الأشياء غير هيك صعب يعني نحن نفرق بينهم هذا إشي الوحيد اللي كنت حابب أتكلم عنه جميل أنا كمان ذكرت إضافة قبل ما أخلي دكتور عمر لو عنده إضافة إنه الجسد الطاقة من وظائفه زي ما قلنا إنه وصله بين الجسد المادي والجسد العاطفي صحيح فالغرض من إنه نحن نعرف الإكساد الأربعة أو الهيئات الأربعة أو المركبات الأربعة إنه لما نعمل الأداء الأساسية اللي بيستخدم علم الوعي الاستكشاف الوعي اللي هي الإسقاط النجمي نكون عارفين إحنا حنمشي وين يعني حنستخدم الشنوب الضبط عشان نمشي وين فنكون عارفين إنه أوكي إحنا حنستخدم الجسد الطاقي عشان بعده نعمل إسقاط في الجسد العاطفي إحنا اتفقنا إنه الجسد الطاقي الغير حامل للوعي وبالتالي ما ممكن يحصل إسقاط في الجسد الطاقي لكنه مهم عشان يعمل الربط دي أنا لما أجي أعمل إسقاط والوعي بتاعي ينتقل من الجسد المادي للجسد العاطفي أو السايكوسولما بيفضل الجسد الطاقي رابط بينهم لكن ما بيربط في شكل جسد عفوا دكتور عفوا في ناس بقولوا إنه ما في الصوت انت سامعني طيب؟ أنا سامعك أنا سامعك ولكن هؤلاء أشخاص يقولون الصوت موزة فينهم يطلعوا ورد يرجعوا يدخلوك انت كنت سامع الفترة اللي فاتت عمرك كنت سامعها أنا أول ما دخلت ما كنت عم سلواتنا رجعت أطلعت رجعت دخلت حتى أسمعك شكرا للمصدفة يبدو توفيق بس لو ممكن تطلع تدخل الصوت يتعدن عندك لأنه الباقيين بيقولوا الصوت كويس طيب فإحنا قلنا حيفضل رابط لنا بين الجسد المادي والجسد الطاقي إحنا بنلقون بعملية الإسقاط لكن ما حيفضل في شكل الجسد حيبدأ زي كأنه يتركز ويعمل شكل حبيب بيسمون حبلة فضي فالناس كتير هتكونوا سمعتون بيقولوا الكلام ده إنه بيكون في حبل فضي رابط بين الجسد المادي والجسد الطاقي لما يكون بيعمل إسقاط نجمي فالحبلة الفضة ده هو عبارة عن تكثيف إذا صح التعبير صحيح هنا يا بش مهندس للجسد الطاقي وهو طبعا ما عنده حد في الطول يعني الناس اللي بتقول بعمليات السفر النجمي أو الإسقاط النجمي ممكن يمشي أبعاد بعيدة جدا فهو ما عنده حد في الطول لكن يبقى متصل بالجسد المادي وهو بعدين بيرجع الجسد الأثيري للجسد المادي أنا ما عنده أطراط على الكلام هذا بس أي مصطلحات تفترض وجود محدودية في الزمن والمكان بأعتقد أن هي نوع من التمثيل التقريبي أكثر من كونه يعني أنا أقول مثلا في الإنترنت أني أنا أقول صوتي رجع مثلا في لقاء ميتنج يعني أنا ما أقصد أن صوتي كان مش موجود صوتي الفيزيائي ورجعي أنا أقصد أن التواصل الآن معكم أصبح التواصل من النحية الصوتي أصبح متاح الآن ومتناسق معكم يعني ما أقصد إشي آخر نفس الإشي بالنسبة لا يعني كل إشي نتكلم فيه بالمصطلحات والمفاهيم الطاقية لما يقول أنا بتصل بالشخص بطاقتي ما بقصد أنا عنده أنا بقصد أنه فيه قنال التبادل بيني وبينه نفس الإشي بالنسبة للإسلام المختلفة لما يصير التفاعل أو وعي طبعا أنا لما أتكلم عن نفسي هنا أنا بقصد الوعي أنا بقصد الوعي والإشي اللي بحبه صراحة الأرب عشان أكون صادق يعني الأرواحية طبعا هي عندها جرأة أكبر من العلم الوعي في الأرواحية ما في خوف أبدا من تسمت أشياء بمسمياتها يعني هم يقول أنه الوعي هو نفس الروح ما أشعر بأنه هو أنا إحساسي بذاتي هذا هو الروح هذا الروح الحقية أي إن كان الإطار الذي يقيد هذا الإحساس فهذا الإحساس نعم أحيانا ممكن يشعر بجسم الطاقي أو ممكن يشعر بجسم الأثيري ممكن يشعر بجسم العقلي لكن هذا الإحساس يعني أنا متصل بجانب أكبر من وجودي على الفكرة يعني الأساسي أنا متصل بجانب أكبر من وجودي في كل واحد من أسادي الأربع إذا أنا متصل بأحاسيس الجسدية بشكل كبير يعني أنا جسدي في الأساس من الناحية الحسية ممكن نقول إن شخص هذا متصل بجسده بشكل ضخم جدا لدرجة إنه هذا الجسد وغرائزه تحرمه من حرية الإرادة والاختيار كما في حالة الحيوانات يعني الحيوانات لا تختار إذا عندك حيوان جائع وضعت أمامه مقدار من الطعام رح يلتهم هذا الطعام بشكل كامل لن يحصل في يوم الأيام إنه الحيوان هذا لن يأكل لك لكن في حالة البشر نعم ممكن يتوقف عن الأكل لأهداف بعيدة المدى تخفيف الوزن أو الصحة أو ما شاء ممكن يتوقف أو الإضراب عن الطعام أو ما شاء ممكن يتوقف لأنه عنده من جسم العقلي ممكن يتحكم ويضغى على باقي الأجسام الأخرى لكن فهي في النهاية كلنا منبدأ من نقطة واحدة كلنا كل الكائنات وكل أرواح تبدأ من نقطة واحدة لكن تختلف في درجة الارتقاء لما نوصل لدرجة البشر يعني زي الأعاد مثلاً إحنا كلنا بشر لما وصلنا إلى هذه الدرجة أصبحت عندنا أجساد عقلية تستطيع أو أجساد عاطفية تستطيع التأثير حتى على الأجساد اللي هي الطاقية والفيسولوجية عندنا فهي كلها مزيج يعني الهولوسومة يعني هو مزيج من طبيعتنا البشرية اللي هي أحد مستويات الوعي ليست النهائية في مستويات أعلى منها يعني مثلاً زي الأرواح اللي لها طبيعة ملائكية مثلاً عشان هيك في عنا وسطاء روحانيين بيتكلموا وبيكتبوا كتابة آلية أو بتكلموا بهذه الأرواح عشان يوصل للناس المعلومات لأنه من درجة تقدم بعض الأرواح أصلاً انغماسها في العالم العقلي لا تستطيع حتى أن يتكلم مع البشر أو تفهمهم أي معنى أو أي كلمة لها معنى في عالمهم البشري فهي مستويات مختلفة من الواقع والعالم لكن كلنا نبدأ من نقطة واحدة الفكرة أي نصل النهاية بالتقدم وتطور هل نتعلق في السومة في السايكوسومة انرجو سومة أو في المنتل سومة هذا الفكرة الأساسية يعني في الموضوع هذا بس الإضافة الوحيدة لعندي يمين يمين ترعو ما عندك إضافة على جسم الطاقة أو الانرجو سومة بصراحة لهو هذا النوضوع ببعض حكيناه بين بعض بس سكة قدام الناس حكيت انه مرة قرأت تعليق بأحد الجروبات انه ليش أغلبية الناس تطلع بالجسم العاطفي اللي هو السايكوسومة وليش فيه بس قلة قليلة من الناس اللي هي بتطلع بالمنتل سومة هل هنه هدول أشخاص اللي هنه صفات معينة ميزاً لحتى بيد بيطلعوا بالمنتل سوما ميزاً عن باقي الناس حابب وجهي لكم هالسؤال سؤال جميل إن شاء الله حنجاوب عليهم لما نوصل للمنتل سومة أظن باش ماندي ستجاوب علينا انه بيحب الحتة دي حلو كويس انك قلت السؤال ذكرتنا اليو طيب الآن كده خلصنا من جسدين من الأكساد الأربع عشان بس نعمل كده نكون ريكاب احنا تكلمنا عن أنه عندنا أربع أكساد بيتجلى فيها الوعي أو أربع هيئات الأول السومة أو الجسد المادي الثاني الأنرجو سومة أو الجسد الطاقي ذا اللي بيكون فيه والشاكرات والهالة والمريدين لايز وهو ما بيحمل وعي لكن هو بيميد الجسد بالحيوية وبيكون عامل رابط بين الجسد المادي والجسد العاطفي اللي هنتكلم عنه الآن الجسد العاطفي أو المشاعري أو في علم الوعي بنسميه سايكو سومة لحد الآن معنا سومة 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 حفظنا بس كل مرة بنغير بنغير الحاجة في البداية معدد الجسد المادي اسمه سومة وخلاص لكن بعد كده قلنا أنرجو سومة والآن قلنا سايكو سومة معاي لغاية هنا يبقى السايكو سومة أو الجسد العاطفي هو الجسد الثالث الآن اللي بيتجلى فيه الوعي وهو بيكون فيه مشاعرنا وكمان ممكن يكون فيه صدماتنا ولأنه بيحمل الوعي فهو بتحصل فيه إسقاط بيحصل فيه إسقاط نجمي في الحقيقة معظم الإسقاطات النجمية أو الانبثاق الواعي أو الهروج من الجسد بيتم بالجسد العاطفي في السايكو سومة الإسم تاني للجسد العاطفي أو السايكو سومة كمان بيسمون الجسد النجمي ومن هنا جاءت التسمية بتاعت الإسقاط النجمي إنه بيحصل هنا في الجسد النجمي فلما نقول تسمعوا كلمة جسد نجمي بمعنى آخر بيكون هو نفس الجسد العاطفي أو السايكو سومة زي ما ذكرنا في الأول أن الجسد المادي هو أكثر مكثافة وهو التقييل خالص كل ما نمشي حتكون الأجساد أخفة فالسايكو سومة خفيف جدا مقارنة بالجسد المادي عشان كده أول من ناس حصل لها إسقاط النجمي أو انبثاق واعي من أول الأحاسيس اللي حيختبروها إنه الوزن قلة بحس إنه وزنهم أقل يعني كمان من الحاجات إنه السايكو سومة ما فيه أعضاء زي الجسد المادي ولا عنده عيون ولا عنده رئتين ولا عنده أي من الأعضاء وبالتالي في حاجات بيختبر الجسد المادي دي ما حنختبرها في الإسقاط النجمي زي إنه مثلا نشعر بالبرودة أو الحرارة أو الجوع أو نتنفس الحاجة للتنفس برضو حنحدعي لا لا إنه أصلا ما في رئتين فلس دي دا الكلام عن الجسد العاطفي أو السايكو سومة أو في مدارس أخرى الجسد النجمي تفضلي شوية عندك إضافة أعتقد أن جسم الطاقة إحنا ظلمناها شوية يعني أنه ما تكلمنا عنه بما يكفي هو إله دور حيوي جدا في الربط بين الجسم الأثيري وبين الجسم المادي والدور هذا جدا مهم لأنه بعض الناس لما يصير عندهم إعاقة معينة في أحد أن نفترض أحد الشاكرات عندهم يعني صارت لهم ترومة في العالم المادي هذا الشيء مادي يعني تفعله معها عطفيا هذا العواطف بتعمل بلوك معين على أحد الشاكرات فبيكون قدرتهم على التعامل مع المستوى المادي من خلال تلك الشاكرة بيكون محدود جدا يعني شاكر القلب مثلا إذا صار لها بلوك ممكن الشخص مثلا يعزف عن العلاقة ويقرر أنه ليس هناك معنى للعلاقات العاطفية وأفضل عيش لوحدي وابعد عن الناس ولا أخذ أي تجارب لأنه أخذ التجربة السابقة تأذيت منها عاطفيا لكن منطقيا يعني لو الواحد يصحص الموضوع بجسمه العقلي يعني إيش احتمال أنه الشخص القادم يكون بنفس سوء الشخص السابق مستحيل النهي العقلي فلا أنه العقل بيقول لا استمر لكن الجسم العاطفي بيقول لا بدا بعد عن هذا الموضوع الجسم المادي يشتاق يشتاق لحاجاته البيولوجية المعينة للجنس الآخر وما شاء الله فالإنسان دائما لازم يوازن بين الإجسام الأربعة فكرة الجسم الطاقي هو مجرد وسيط يعني إحنا ممكن من خلال مثلا تمارين الطاقة نعرف أنه فيه بلوكات معينة صناعة الجسم الأثيري أو الجسم المادي يعني ممكن شدة الألم الجسدي تصنع بلوكات في الجسم الطاقي فلما نعمل على تمارين الطاقة اليومية عشان هيك تمارين الطاقة جدا مهمة الدائس اللي بتهمل تمانين الطاقة أو مثلا بتتعلق بالروحانية الفلسفية يعني بيجلس يفكروا في العالم الروحاني في الفلسفة الروحانية وما شابه لكن ما بيمارسوا تمانين الطاقة جسم الطاقة عندهم بيصير فيه بلوكات هاي البلوكات تمنع اللي هو جسم الجسم الأثيري عندهم على التواصل مع الجسم المادي أو السومة وهذا ممكن يؤدي لأمراض حتى يعني بعض الأمراض بتنتج بالسبب اللي هو عدم تطفق اللي برانا أو اللي تشيل أحد الأعضاء بيصير فيها بلوك ومع الزمن شوي 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 بيصير أمراض أو عضال في هذا الجزء لأنه فيه إهمال شديد بالنسبة له فالجسم الطاقي يعني تنميته صحيح ليس له مشاعر الجسم الطاقي ما له مشاعر وصحيح ليس له أحاسيس جسدية زي الألم والمتعة لكن هو في غاية الأهمية لأنه هو الوسط الذي يسمح للعواطف والأحاسيس أن تظهر بدونه ما فيه يعني ما فيه تأثير حقيقي بين الاثنين فالجسم الطاقي هو محايد يعني حتى خلال ثمانية الطاقة ليجب أن الشخص لا يبحث عن إحساس معين مثلا إحساس جسدي الحساس الجسدية بتضغل عن إحساس الطاقية فدائما لما يمارس ثمانية الطاقة ما يحاول يشعر أنه قدمي متخدرة أو فيه إحساس وخص في قدمي وكذلك يحاول أن يبحث عن أحاسيس تتجاوز هذه الأحاسيس الجسدية لأنني قدر أتعمق في جسم الطاقة لأنه الطاقة أكثر خفة حتى الأحاسيس الجسدية إحساس السخونة البرودة الوخص وغيره كنا تجليات جسدية لتفاعلات طاقية ليست أحساس طاقة أحساس طاقة دائما تكون أخف بكثير لكن هي مهمة من ناحية أنه هي بتربط بين الاثنين بين الجسم الطاقي والجسم المادي ودائما بشوف ناس لما يحاول الخرج من الجسد بقول لي قدم اليسار عالق أو الجزء السفلي من جسمي عالق بحاول أخرج وما قادر أو بخرج أقدامي وأطرافي تخرج والطرف العلوي ما بيخرج إيش السبب؟ ليش الأجزاء من الجسم تخرج وأجزاء أخرى ما بتخرج؟ السبب هي أن سدادة الطاقة أغلب الناس ما بمسوا 80 طاقة بشكل يومي بتجاهلوها أو بعتقدون هي مش مهمة بعتقدون إذا احتفظت بأفكار وفلسفات روحانية أو إذا أنا كان عندي عواطف هياجة روحانية هذا كافي لا جسم الطاقة جدا مهم عشان يمرر كل هذه الأفكار والإرادة والمشاعر إلى الجسم المادي عشان ما يكون فيه مشاكل في عملية الغنف الصالف هذا كثير مهم يعني فهذا الإشي الوحيد اللي كنت حابة أضيفه جميل جميل ما أكيد أكيد طبعا جسد الطاقة مهم جدا وهكذا كده وتكلع عندك إضافة بس يبدو أن تذكرها الآن ممتاز في ناس بتسأل عن ما هي تمارين الطاقة طبعا أنا لو الوقت بسمح أنا بس حسن أن الوقت هي ضايق فأنا قلت لهم يشوفوها في قناة اليوتيوب بتاعتك مش مهندس أريوها بي بالذات ولا عاوز تتكلم عن تمارين طاقة ممكن نحكي تعليمات بسيطة جدا وبإذن الله إن شاء الله أنا ناوي أعمل زي هادة فكرة كنت بناقشها مع أمير القوة الإنسانية قبل فترة إنه إحنا نعمل إشي بنسميه يعني إنيرجو فتنس يعني زي كأنه جملة الطاقة زي ما الجسم المادي بيحتاج لتمرين يومية أن تشترك في جم جسم الطاقة بيحتاج أن أنت يكون عندك تمارين طاقة يومية فإحنا بنفكر بهذا المشروع إن شاء الله نعمل شهريا على أقل جلسة معينة أشخاص ممكن يعني يتركهم علوماتهم ونتواصل معهم ونرسلهم روابط معينة شهريا ندخل في جلسة الطاقة ففي هذا الجلسة بنمارس اللي هي تمارين الطاقة وبكون شخص معهم إن شاء الله وبمارس معهم التمرين وبحاولوا إنهم يعني يعني يكون في عندهم علاقة متواصلة طبعا هذا لازم يوميا يعني يوميا لازم كل إنسان يكون عنده وقت معين لجسم الطاقة عنده لتنميته طبعا هذا ما بيظهر المشاكل إلا ما يتجاهل الجانب هذا لما يكون متعلق بالجانب العاطفي كان متعلق مثلا بزي الصوفية بقصص الحب والعشق وبش عارف شو أو زي الأشخاص المنطقيين والعقلانيين المرتبطين بس بالفلسفات الروحانية ومتجاهلين يعني حتى بعض الأشخاص بيكونوا تركيزهم عن الجسم المادي بشكل مطلق وتجاهلوا يعني الجوانب العاطفية وغيره إحنا بنحاول لا إنه هذا الجانب من خلال التمرين إنه يكون فيه ربط بين الجوانب هذي كلها وهذا إلو تأثير هائل على الصحة الصحة تلقائيا بتزداد ليش؟ لأنه أنا عندي الجسم عنده ذكاء ذكاء داخلي لما يتصل بمشاعري وأحاسيسي بيكتر يمرر إلي المشاكل بتكون داخلي بقدر أنا أحس إنه فيه مشكلة الجسم الطاقة لو بتشوفه شكله المريديانز وتوزيحها مطابق تقريبا للجسم اللي هو العصبي المحيطي يعني أماكن تكاثف العصاب والعقد العصبية تقريبا نفس أماكن تكاثف اللي هي المريديانز والشاكرز هذا مش صدفة الجسم الأثيري بيحاول يتواصل مع الجسم الأثيري بأي طريقة فطبيعي إنه النقاط اللي بتصير فيها أو هذه نفس النقاط اللي بتكون في الوخز الصيني اللي اكتشفوها الناس قديما من خلال طبعا التحسس والتجربة والخطأ فطبيعي فجسمنا الطاقي يعني يعني إحنا محتاجين إنه نطور لغة في التعامل معه يعني زي إن جسم المادي عفوا بنعرف إنه إنه لازم مثلا إنمارس تمرين رياضية معينة لازم تناول يعني أكل صحي هذا الجسم المادي الجسم العاطفي بنعرف إنه لازم نهتم بنفسيتنا ممكن نروح لمعالج نفسي ممكن نتناقش نفطفض عن مشاكلنا الداخلية نفس الإشي بنسمى الجسم العاطلي فبنعرف إنه ممكن إحنا نطوره من خلال فلسفة المنطق لكن جسم الطاقي أنا بحس من أكتر جسم مظلوم أغلب الناس ما بيعطيه أهمية أو ما بيعطيه يعني اكتراث كبير لأنه ما في عنا فهم للوجود خارج المنطق الأحاسيس والمشاعر ما بندرك شيء وسط بين هاي الأشياء الثلاثة فبيضيع الجسم الطاقي وهو اللي بيسبب كل مشاكل وقت الخروج من الجسد والأشياء هذه فلا يعني إن شاء الله إحنا بنحاول إنه نشسر الهوة بين الأشياء هذه بنعمل جلسات طاقة بسال شهرية أو مشابه نساعد الناس إنهم يتصلوا بجسم الطاقة هذا وطور الإحساس بالطاقة اللي تترجم في النهاية لمشاعر وأحاسيس وأفكار سواء إحساس وخزة أو برودة زي إحساس الطاقة أو مشاعر معين زي إيقاط ذكريات قديمة أو أفكار منطقية زي اللي بيحصل مثلا مع تفاعل الطاقة مع الجسم العاقل المهم إنه في النهاية نستطيع نحنا يعني نميس الهولوثومة بشكل شامل أو كامل بين الأشياء الأربعة هذا الفكرة أستاذي بزن بزن متحمسين جدا للأنرجي في الناس إن شاء الله وفعلا محتاجين وفي نقص كبير في الاهتمام بجسد الطاقة على أهميته يعني أستاذ أمير موجود معانا في البذهب شو عن دستو ترفعه؟ إيد أكيد يا أهلاً وسهلاً سهلاً أستاذ أمير السلام عليكم كيف الحال الشغطون بخير وعافية وعليكم السلام ورحمة الله أنا برضو عندي وشكة تلبس أصباً أدري ورحمة قلنا فترة في البث عام نختم الحين عايز الشي والله استمتعت رجالة أستمحة للتربس آي حتس تسلم إحنا وصلنا الآن الجسد خلاص بقلينا بس المأمن تلصونه إحنا الآن في الجسد العاطفي أو السايكوسوما أو إنه برضو بيسموه جسد النجمي فهل في إضافة إذا كنت سمعتنا نتكلمنا عنه عندك أي إضافة تقول عن الجسد العاطفي أو السايكوسوما؟ ما شاء الله تبارك الله يعني الشرح اللي شرحتي دكتورك كان جداً أمتاز يعني بسلام بسلام طيب دكتور عمر عندك إضافة على الجسد العاطفي أو السايكوسوما؟ ذا كله تمام ويعطيكم العافية ويعافيك آآ شو هندس هل جات أي تجليات تاني عن السايكوسوما؟ قبل ما نمشي عنه لا 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 ما عندي شي لا ما عندي لا أوكي مؤتز آآ الجسد العاطفي آآ هو آخر حاجة تكلمنا عنه الآن حنتقل لآخر جسد أو مركبة أو هيئة اللي هي المنتل ثومة أو الجسد العقلي وأنا هتكلم عنها باختصار جداً لكن الأحسن تستفيدوا فيها أنت أستاذ أمير بما إنكم جر يعني متمرسين في موضوع الإسقاط يعني المنتل ثومة هي زي ما قلنا آخر هيئة يستخدم الوعي للتجلي وهي الأكثر تطوراً وتعقيداً لنفس الوقت وآآ لما الناس توصل المنتل ثومة وهي قلة قليلة جداً هنا حنجاوب إن شاء الله على سؤال دكتور عمر ايش معنى؟ معظم الناس أكثر ما بيوصل للمنتل ثومة بيكون في الجسد العاطفي آآ هي بتتمتع بمستوى وضوح صفاء عالي جداً آآ أكبر بكثير من الجسد العاطفي أو السايكوسوما أو السومة آآ يعني الناس البعد ما يتمرسوا في موضوع الإسقاط النجمي على مستوى الجسد العاطفي ويوصلوا لدرجة إنه يعملوا الإسقاط على مستوى المنتل ثومة أو الجسد العقلي بيكونوا قادرين على وصول مستوى عالي جداً من الوعي وهنا يمكن المدارس الروحية الكثيرة جداً بيوصفوا التجربة دي تجربة الناس اللي بيقدر يوصلوا لإنه يعملوا إسقاط على مستوى الجسد العقلي بمسميات كبيرة كذا لأنه يمكن يكون الشرح كان شوية صعب على البعض فبيسموها النيرفانا أو السمادي أو الساتوري أو التنوير برضو يعني التنوير الكبير اللي بيتكلموا عنه ده وفي ناس طبعاً ممكن تسميها الاتحاد مع الكون أو الاتحاد الصوفي فهي عندها أسماء كثيرة لكن كلها بتدل على إنه الشخص خلاص قفل السكور ووصل آخر مرحلة عشان كده يمكن هي معظم الناس ما بتوصلها يعني زي ما ذكرنا قبل الوصلة بين الجسد المادة والجسد العاطفي كانت الجسد الطاقي وبيكون بيتكثف ويعمل الحبلة الفضية الآن الرابط بين الجسد العاطفي والجسد المادي كمان في حبل هنا بس اسمه الحبلة الذهبة وبينذكر طبعاً إن المسميات دي كلها مجازية يعني وما لازم يكون حبل حبل يعني الحبلة ذهب هو الرابط بين السايكوسوما والجسد العاطفي والمينتل سوما أو الجسد العقلي بس أظن كده أنا خلصت لو عندكم أي إضافة يا تكلي عافية دكتورة والله يعني ما في إضافة كبيرة تمام بس زي ما قلت هو أحد المراكب التي يتجلى فيها الوعي مهما كان هو صحيح متقدم جداً بمعنى إنه بعيد جداً عن تجربتنا البيولوجية والعاطفية لكن هو في النهاية أحد مراكب التجلي للوعي ليس الوعي النهائي يعني مش هو أروحنا نهائية هو أحد المراكب للتجلي صفاته وخصائصه أنه يكون معتمد على الفكر تماماً يعني معتمد على النشاط العقلي والأفكار خاصة الأفكار المعقدة بيكون ليس مادياً ولا بيولوجياً وهذا بيفسر أنه يعني مثلاً في بعض الحيوانات يعني جداً متقاربة مننا من ناحية البيولوجية يعني زي الشمبانزي أو غيره لكن ما منجد شمبانزي مثلاً عنده فلسفة أو عنده دين أو عنده فن ما منجد التوارث للأفكار من جيل إلى آخر بين الشمبانزي مثلاً فهذا سببه أنه الروح البشرية متطورة إلى هذا الدرجة أعلى من الحيوانات مثلاً بيكون فيه شفافية ووضوح يعني فيه وضوح ذيني في الجسم العقلي ما فيه شك أحياناً الشخص بيكون محتار ممكن يتم وضع أمامه يعني خيارات معينة ومحتار مش عارف إيش بده مش قادر يفحص منطقياً إيش الشيء المناسب إليه أو لا قدرته يعني مثلاً بيلعب الشطرنج بيكون عندهم هذا أحد تمارين الجسم العقلي على الفكرة الشخص بيمرن المنطق والعقل عنده والتدريبات الخاصة هذا بيمرن جسم الجسم العقلي عنده خاصة التمرينات والأشياء التي تعتمد على المنطق البحث ليس لها علاقة بالمشارع الأحسيس زي البرمجة والشطرنج وغيرها اللي مبني عليه تكنولوجيا الحديثة والجسم العقلي سطع وجوده بشكل هائل جداً في هذا العصر لأنه يعني أثبت جدارته يعني في التعامل مع معطيات الحياة طبعاً الجسم العقلي وهذا الشيء ما بتكلم عن الكونشينتولوجيا بشكل كبير لكن الجسم العقلي هو بوفر إلنا يعني اتصال بعوالم أعلى الأبعاد أعلى يعني جسم العقلي ليس هو النهاية هو بوفر إلنا اتصال أو جسر للوعي للتواصل مع أبعاد أكثر يعني تقدماً في الوعي زي عالم الملائكة والأشياء هذه عالم هائل جداً لا يمكن إحنا نبدأ ندخله إلا بالعقل لا يمكن نبدأ ندخله إلا بالجسم العقلي لا يمكن ندخله وإحنا خايفين إحنا متوترين إحنا عندنا الشك في أنفسنا أو إحنا عندنا حاجات زي الجوع والعطش لا يمكن أن ندخل العوالم هذه وفيه تشبيه أنا ما بحبه السعيدة تشبهات الدينية كثير بس مرت علي سابقاً إنه قبل ما يدخل للناس الجنة في نهاية يوم الحساب بيتوضع بيشربوا ماء بعد هذا الماء ما يشربوا لا يعطشوا بعده أبداً يعني في الجنة الأكل والشرب ليس نابع من الجوع أو العطش يعني الرغبة في الأكل والشرب ليس نابع من حاجات فيسولوجية يكون حاجات فقط للتأجل التمتن فالجانب العقلي بيكون هو اللي طاغي يعني في المستويات الأعلى كلما ارتفعت مستويات الوجود الأعلى بقل اللي هو الاتصال بالجوانب الفيسولوجية أخيراً اللي هو الاستقلالية الجانب العقلي هو درجة عالية جداً من الاستقلال يعني إحنا ممكن نكون متطابقين بيولوجياً مع أنواع من الثديات العليزة القرود أو غيره ممكن اجتماعياً ومشاعرياً نكون متطبطين مع بعض البشر لكن عقلياً ممكن نكون في شخص فريد جداً من نوعه عشان هيك ما عنا فلاسفة يعني متطابقين الأفكار بتحدد نوع من التمايز يعني أنت ممكن أنا بيولوجياً أكون تشابه معك ممكن عاطفياً نتشارك بعض التجارب العاطفية لكن أفكارنا ممكن تكون مختلفة تماماً يعني هي عامل استقلالي وهو أكثر شيء يعني وهذا الشيء اللي أنا أعتقد أنه عجبني في الكونشانتولوجي أو الكونشانتولوجي وعجبني أيضاً في اللي هو في أغلب الأشخاص بلجأ للعقل في تفسير كل شيء تقريباً في تجاربهم الروحية أو العاطفية أو أي شيء لأنه هذا هو الجانب اللي بيجعلنا مميزين يعني الأفكار هي اللي بتجعل مننا أشخاص متفردين ومميزين لكن المشاعر كل الناس يمرون بمشاعر الحب بمشاعر الحزن ومشاعر الشو المشاعر البيولوجية حتى الحيوانات نشترك معها فيها الجوع العطش ومشاعر الشو الرغبة في التكاثر وغيره هل الأشياء كلها حتى الحيوانات نشترك نفيه لكن الأفكار يعني مثلاً زي الرأسمالية مثلاً أول من أبدع فكرة الرأسمالية والاشتراكية أو الأفكار الأكثر تعقيدة زي الأنظمة المعقدة وغيره أو الأروحية وغيره والبضع الأنظمة هذه العميقة جداً هذه يعني شخص واحد أو شخص واحد اللي ينتج فكر كامل وليس ولا يشترك فيه معددها مهول من الأشخاص فهو أكثر أكثر العناصر التي تؤكد على استقلاليتنا وتفردنا عن باقي الأفراد طبعاً فيه أعلى من هيك يعني الروح في النهاية لها بصمة طاقية محددة لا تشترك فيها مع أي روح أخرى مهما كانت حتى لو كان عدد أرواح ضخم جداً ما هو يعني بتريليونات يعني لكن كل روح في النهاية إلها بصمة في الهولوسومة الخاصة فيها فكرياً ومشاعرياً وجسدياً وعقلياً مميزة عن باقي الأرواح بشكل كامل زي الرقم أو زي الباركود هذا لا يشترك روحين في نفس الرقم مستحيل هذا لا يحصل أبداً فجانب العقي هو أكثر الجوانب مساهمة في تعريف استقلاليتنا وتميزناً على بقية الأرواح لأنه هو في النهاية الأفكار تترجم إلى مشاعر والمشاعر تترجم في النهاية إلى أحاسيس والأحاسيس يعني تنعكس لنا في الجسد في الطاقة في الأول في الجسد وفي النهاية بتميزنا طيب هذا كل اللي عندي فيه إشي نحب نضيفه ولا نستقبل قيستات عندنا في البث نشوف إذا أستاذ زمير عنده إضافة على المنتل صامو وبعدين نجاوب سبيك رمان بتاع لأنه ليه بيحصل إستقاط أكثر على المستوى السايكوسومة أكثر من المنتل صامو بس نسمع أول سيد زمير أهلاً 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 دائماً المنتل صامو بتكون أكثر تعقيداً يعني زي ما قال أستاذ محمد أنها تكون مختصة خارج الهيئة حقتنا الهيئة البشرية أو خليناً نقول لك الجسد المحدود السايكوسومة دائماً تكون متعلقة بالمشاعر أكثر بمعرفتنا لمعيشتنا الحالية من زاوية النظر البشري لكن المنتل صامو رح تكون خارج هذا الإطار خارج إطار نبرتنا للحياة من هذا الجسد أو من هذا الفكر أو من هذا الحياة اللي احنا متعودين عليها المنتل صامو تعطيك منطق أكثر استخدام أكثر للعقل على المشاعر وهذا الشيء بيعطي قياس جديد للنظرة للحياة دائماً اللي يكون معها السايكوسومة أو النيرفالة لما يجرب هذه التجربة يكون له نظرة جديدة للحياة بتزيل عنده منطق معنى الحياة لبعض الأشياء اللي كان الأشخاص أغلبنا يحسبها مثلاً في السومة أو في الجسد المادي بيشوفها لأنها أساساً هي مع أشياء جمادات تنظيمة جمادات وحي وسائل وهذه الأشياء هتختلف عنده بشكل كبير رح يبدأ ينظر للحياة بنوع آخر بنظرة أخرى يعني مثلاً خلال السايكوسومة أنا بخرج بشوف العالم بشوف الكواكب بشوف الحياة الافتراضية ما بتختلف عليها كثير لما أرجع بشعر فيها كأنها هي كما هي كما أراها الآن أو نظرة ليها كما أراها الآن في المادي السومة أنا بفهم هذا الخشب كيف موجود هذا الحديد كيف موجود هذه الشجرة كيف موجودة هي ليش موجودة هتبدأ تلاقي أجوبة أكثر هتبدأ تلاقي معنى أكثر لموجودات هذه ونظرتها ما حتكون نظرة نظرة الشخص بعينه اتجاه الأشياء أو بالحاسة البصر أو الحاسة البصرية أكثر لا حيكون عقلية أو بمعنى أكثر أنها تعطينا ما هي ألا بكون في البالت السومة أعرف الأشياء بما هياتها وليس بتعريفها الشخصي عنها ما هياتها كيف تأوصلها أنا لما الآن أخرج في السايكوسومة أنا بشوف البحر أنا بشوفه على أساس أني أنا بشري ينظر إلى البحر في المادي السومة أنا بأرى البحر بزاوية جديدة بزاوية مش زاوية بشرية فقط أني أنا أرى البحر وفرض يكون لعنه أزرق يعيش فيه الأسماك وهكذا لا وفي شكل أعمق من كده أنا أرى البحر كجزيئات مصنوعة وكيف أنت صنعت وليش هي موجودة دائما تروح للنار منطقة فلسفية أكثر تنمي الشخص فلسفيا تنمي الشخص أكثر لمعنى النقاشات هذه أو معنى الكلام الفلسفي وذا قيمة يكون مو بس فلسفي للأسف كلمة فلسفة دائما صارت لها معانا أخرى لكن لا فالفلسفة هنا بمعنى حكمة تجد الحكمة في هذه التجروة تجد المعلومات الغزيرة التي يكون لها استخدام أو يكون لها معنى قد يكون بعض الأحيان الشخص يستفيد منها حتى لما يرجع العالم الواقع بأنه ممكن ينتج شيء جديد موجود في هذه الحياة الآن فالماتل سوما يعتبر من الأمور جدا جدا جميلة وهي فعلا نادرة جدا لا أريد أن أقول أنها تكون صدفية أكثر من أنها تكون بمرشد أو ممكن تكون خلال الأشخاص في حالة السايكو سوما القوج بحية الأثير فإن شاء الله أنك تبسط من المنتل سوما أستاذ أمير ولكن كانوا يشرحوا عننا أنها نقلة بالوعي لكن حسب الشرح الذي حضرتك أصبحته هي نقلة عائلة بالوعي وليست نقلة عادية فعلا هي المنتل سوما لذلك هي نادرة نادرة النيرفانة حتى بعض الأشخاص الذين يعيشوا لحظة النيرفانة أو يعيشوا لحظة السماة أو يعيشوا لحظة اللي هي القريبة من التنور هذا أغلبهم ما يستفيدوا ليش لأنه ما يكون مستعد الجسد الطاقي ما يكون عنده على مستوى أنه يتقبل أو يستلم هذه الأشياء لذلك مثلا يقول له اللي هي مثلا تفعيل رايحة رايحة يسمع بيكون خطير بيكون يعني أمدلين لازم يكون بشكل الكندليني نعم هذه الكندليني بتساعد كثيرا على وصول لكن يجب أن تكون متخصص لماذا؟ لأن هذه مشكلة كبيرة إذا أنت تساعد بشكل طاقي غلط بتسبب لك كثير من خلينا نقول الممكن التعوقات في الطاقة جسدا الطاقي فتسبب بعض المشاكل بعض الأحيان فعشان كده هذا النوع لازم يكون فيه خلينا نقول كمرس أو شي خلي أخرج بالسايكوسومة حال تخرج بالجسد الأثيري أكثر بعدها هتبدأ تشعر بأنه عندك رغبة في أنك أنت تصل للماتلسومة الماتلسومة أنا أشوفها دائما للأشخاص المتمرسين ونوع من أنواع الشعور وزي ما قلنا لما قلت لما قلت نحن نتكلمت الدكتورة على السايكوسومة لما قلت ما بتشعر فيها بالبرد أو ما بتشعر فيها بالجوع في الماتلسومة أنت هتفهم ليش أصلا الجسد يشعر بالجوع مو فقط عشان يتغذى لأنه هناك اتصال كبير أنت لو ما تأكل شيء بتأكله عشان تنمي جسدك المادي لكن هناك كمان تنمية نوع الشخص الشيء اللي بتاكله الطاقة الشيء اللي بتاكله فيين بتروح وكيف أنك أنت تصير مراقب حتى على جسدك الأثيري تعرف كيف تنميه بوش الأشياء اللي ممكن تغذيه بيها نحن نقول مثل تمرين اللي هو التمرين الطاقة للجسد طبعا هنا الطاقة للنيرجوسومة لكن هناك كمان فيه حاجة ثان يعني كيف حتستفيد بشكل أقوى تجاه هذه الأشياء تجاه السايكوسومة وتجاه النيجوسومة وتجاه السومة المانت السومة بيعطيك أكثر شعور باتصال هذه الأشياء بوجودها بكيفية التعامل معها بشكل أقوى فممكن هذه أهمية المانت السومة بالنسبة لي لكنها هي تجربة يعني إن حصلت معاك يمكن مرة واحدة حتكون جدا 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 ملهمة ملهمة كمان تجميل نعم انت جاوبت ضمنيا على سؤال دكتور امر عوضوه قليل الناس التي تطلع أم يعني هو صعب صعب، 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 أسهل جدا ان نشوف أشخاص عاطفيين وبيعمل الدراما من أقل شيء بالحياة يعني الأشخاص اللي بتوصلهم مع مشاعرهم ومع حسيثهم مثل الفنانين وغيرهم وكيرا منتشرين بس نادرا الفلاسفة أم لا أشخاص اللهم العقلانيين أم لا تجد أحيانا حتى لما تدد تطبق أبسط هذا الشيء صدفته حتى اليوم يعني عملت بث هذا الصباح وكنت بتكلم عن تجارب يخرج من الجسد والإسقاط النجمين فدخل علي الشخص يعني من أحد منكري الطاقة وعداء الوعي فذكر لي أنه يعني الإسقاط النجمي حرام بس سألت وقلت له يعني يعني وين هو المصدر التحريم وين الآية والحديث فما جاوبني لف على السؤال وقال لي أنت ما بحثت قلت له يعني شو دخل هذا في اللي أنا بسألك يعني بقولك وين الدليل تبعك طب احكي لي شو هو الإسقاط النجمي طب احكي لي شو بتشوف طب فواضح أنه ما بيستخدم عقله يعني الرجل مش عارف كيف يستخدم أساسيات المنطق والعقل وما بيعرف كيف يستخدم مقه أصلا في التعامل يعني فهدول يعني العالم مليء فيهم لكن الناس يستجيبوا بشكل عشوائي لمشاعرهم أكبر بكثير يعني واضح يعني فأكيد الاتصال بالجسم العقلي لأنه أبعد أصعب في التعامل فأكيد صعب التواصل معهم شو رأيكم أعزائي نستقبل بس كم سؤال بعدين نختم؟ والآن خلصنا إحنا فعلا من النقاط إلا إذا فيها حدين دو إضافة ممكن نبتدي بالأسئلة اختار الأسئلة دكتورة شوف الأكثر الأسئلة لها جدارة يعني ونتحدث فيها إن شاء الله طيب ممكن رأيكم في الإسقاط النجمي عن طريق تنفس الهولوتروبيك؟ هي فيه تقنيات كثيرة الهولوتروبيك هذا بأعتقد بيزود أعتقد الأكسجين في الجسم أو ما شابه هذا ممكن يكون له فائدة في بعض الأشياء لكن العملية تدخل من الجسد هي عملية معنقدة بتشمل أكثر من مجرد يعني إحداث تغييرات فيسولوجية في الجسم بتطلب يعني استرخاع جسدي بتطلب استرخاع أقلي بعد تمانين طاقة ما فيها عملية معقدة جدا ممكن يكون له فائدة يعني إلى حد معين لكن ليس بطل يعني تقنيات الخروج يعني ما بصلنا في تقنيات الخروج سمعته كثير بس ليس يعني ليس تقنيات الخروج بها إلا فوائد في أشياء أخرى لكن ليس في تمارية الضقوة ليس في الإسقاط النجمي أوكي أصل لمرحلة الاهتزازات ودقات القلب السريعة لكن يتوقف كل شيء ما يجيني شلل النوم ما السبب؟ كل النوم ليس الخروج من الجسد ومرحلة سابقة أحد مراحل الاختراب من الخروج من الجسد يعني يعني فهو ليس خروج من الجسد لكن هو مرحلة قريبة تقول إن أنا بدأت أن فصل عن السومة وبدأت أستقبل أحسيس من الإنرجي السومة أو السايكوسومة فهذا يترجم على شكل شلل الليلي وسلي باراليسز يعني لكن ليس مطابق هو كبضو إنه حتى المرحلة ديما بيوصلها وكلامه إنه حتى ديما بيوصلها على شكل يوصل أسمعت أنا احتزازات أنا استمع إذا بايبريشنز إيش يعني بايبريشنز لش إحنا بنشعر بالبايبريشنز البايبريشنز بيعني إنه في تردد والتردد إليه قمة قمة القاع يعني في نهايتين فاللي بيصير حرفياً اللي بيسبب هذا التردد هو انتقال الإحساس ما بين السايكوسومة وبين السومة بشكل سريع جداً يعني فجأة الجزء من الثانية إحساسي موجود في اللي هو السايكوسومة الجزء من الثانية القادم بيصير إحساسه في الجسم المادي وبيصير هذا الأمر بشكل سريع جداً صعب على الإنسان حتى العقل الإنسان إنه يدركه فيظهر على شكل اهتزاز لأنه جزء من الموجه بيطلع هنا وجزء بيطلع هناك فبيعطينا البيبريشنز المشكلة للناس إنه ما يمروا بالبيبريشنز إنه بركزوا على هاي المرحلة ولما يركزوا عليها بتبدد الطاقة لأنها مرحلة انتقالية بتبدد الطاقة تبعتهم فما بخرج للجسد لازم لا نتجاهل هذه الترددات أو هذه الاحتزازات والركز بس على تقنية الخروج تقنية الاسترخال البنمارسة وتقنية الخروج وهذا في النهاية بيؤدي من الترددات كلها ترتفع للأعلى ثم نخرج من الجسد في عنا مداخل أعتقد يعني في معانا حدا في الجسد ممكن نستقبل سؤال أستاذ بوشرا أهلا بيكتفضوا لي أهلا السلام عليكم وعليكم السلام أنا كنت مارة بالصلفة أنا لسا جديدة في تيك توك أنا مرافقة من أجل الصعود جميل جدا ما أسمح هذا الوعي الجميل هذا الوعي بالطاقات الربانية التي نملكها وهذا يعني أن الناس بدت تعرف بأنه في أشياء يعني جالها يعني عامة الناس لكن اللي نحب لكل الناس يعرفوا أنه الأرض تعرف يعني مرحلة جديدة هي مرحلة الصعود ما بعرف أن النخبة فقط لتعرف أن الأرض الآن يعني تغير اجزازاتها تغير تردداتها هذا مقال كل يعني كل كوكب حينما تصل مرحلة يعني عصر الدلو فقد انتهى عصر الحوت وابتدى عصر الدلو وفي عصر الدلو تبدأ الروح تدخل الجسد فأنا حينما أخرج من جسدي فأنا أخرج وأكون دائما في الماتريكس يعني في هذا العالم الوهمي في العالم النجمي لهو عبارة عن ذكاء استناعي خارق هو اللي يتحكم فينا فأنا بدل أن أخرج من جسدي الآن أصبح متاح أن أصل إلى العديد من الأشياء الجميلة ولكن باستماح بروحي الربانية بنور الإلهي بالدخول إلى جسدي عصر الدلو النور الإلهي لأنه نحن عبارة عن نور إلهي جاء في تجربة مادية ففي عصر الحوت غير متاح أن أتصل بهذا النور أو أتصل بخط طاقي لكن لا يمكن إدخاله إلى جسدي ففي عصر الدلو لهذه مرحلة تاريخية تعرفها الأرض الآن والنخبة فقط في الأرض من تعرف هذا وهنا كما الألات أو ساتيلايت التي تتكلم عن اهتزازات شومان تتكلم عن أن الأرض عرفت يعني درجة من اهتزازات لم يسبق أن عرفها التاريخ يعني عرفت الأرض تاريخيا فحان وقت إدخال هذه الروح إلى الجسد في هذه الحالة يعني تبدأ اتحاد الجسد المادي مع الجسد الأتيري مع الجسد العقلي مع الجسد المشاعري والجسد النجمي فبدل أن أخرج أنا من جسدي يعني هذا الشيء متاح فقط للناس اللي في الواعي والناس اللي يعني كانوا في هذه الأشياء الجميلة لكن الآن أنا أصبح الغوص جميل أن أغوص داخل ذاتي أن تتحد ذاتي المزيفة مع ذاتي العليا هنا تبدأ الخوارق فأنا أطلب من كل من دكاتر ما شاء الله عليكم شيء يشرف أن نبدل هذه التجربة لأن حينما أخرج أنا أبقى في الماتريكس يعني لا أخرج من سجن الأرض فحينما أدخل إلى داخلي فأنا أتجول في الكون هناك داخل هناك فضاء لا حدود له وحينما أدخل إلى جسدي يعني السفر عبر ما يكون هذا الإسقاط في العالم النجمي أو عالم وهمي عالم سنعه الدراكونيون وممكن أن نتعرض لأشياء يعني غير فمن الأحسن أن أدخل الآن هذا أصبح متاح لم يكن متاح قبل ذلك هذا أصبح متاح مؤخرا أن أدخل إلى جسدي وأن أطلب من نور الإلهي أن يتدخل في كل أجزاء دي وأن يكون هناك اتحاد لكل هذه الأجزاء أين حضرتك أختي من الجزائر؟ لا أنا من المغرب أهلا وسهلا فيك وحياك الله أختي أهلا فيك أهلا فيك وسمحوني دخلت هكذا أخلا أنا كنت مرة أن أدخل في التجربة لا بس لا بس أنت بتتكلم عن أمور يعني أهلا إحنا متفاهمينها ودينا أصلا نستشعرها يعني أنا أنا شخصيا بالنسبة إلي أنا بدأت في مشوار اللي هو الوعي والتنوير من عشرين سنة تقريبا فبشر فرق هائل بين وعي الناس اليوم عن وعي الناس اللي قبل عشرين سنة كثير كثير بش تشعر المعاني والأفكار اللي أنت تتحدث عنها نشعر اللي هي الفكرة الأساسية أن نخرج من دائرة الذات الوهمية التي نصنعها من معتقدات وأفكار محدودة إلى ذات يعني إتساعا تتصل بجوانا بإحساسنا بوجودنا العامة بأنه في الشيء خارج ما نستطيع أن نستشعره من أحاساسنا الجسدية ومشاعرنا وحتى أطورنا الفكرية المحدودة فأعتقد أن أغلب الناس أصلا يعني حتى الموجودين معانا بيستشعروا هذه المعاني صح أنا لسه دخل أنا سمحوني ما مسمعتش كثير لكن فقط يعني أنا مرافقة من أجل الصعود وحبيت أنه يعني الآن الناس يتجه نحو هذا اللي يعني أن تصعد يعني أن تتصل بذاتها العليا الموجودة داخل الجسد هذا ما حسوم عزيزتي هذا ما حسوم أطمنك أطمنك أنه إحنا في مسيرة التطور لا نعود إلى الوراء نحن نستخدم في التقدم هنا في مسارة السعود أو التطور أو ما سموها التنوير أو التجلي نحن لا نعود إلى الوراء صح شكرا يعني هذا ما أريد أقوله ورحلة السعود مبتحة لأن الرحلة بدأت في الأرض هي الآن رحلة فردية وبعدين رح تكون جماعية وبعدين رح يكون كل الكون كل الكوكب يحيرجع نور هذا كله وشكرا لكم أصبع لي بإذعاج شكرا لكم نحن تقريبا بقلينا سؤال واحد كان في سؤال بس برا الموضوع أنا جاوبت عليه لو يمكن هو ما شايفني الآن بتكلم عن كيف نتحرر من صدمات الطفولة وهي خارج موضوع البث خارج موضوع البث هتلاقوا كلام كثير عن صدمات الطفولة لأنه تخصصي الأساسي يعني تحت مسمع تشاف الطفل الداخلي طيب السؤال آخر واحد وتسأل قبل كده جاوبنا عليه بس لو ممكن إجابة مختصرة إيه الاستفادة من الخروج من الجسد الوصول إلى مستويات أخرى من الواقع لقاء الحب الذين مفارقوا هذه الحياة لقاءات مباشرة من الأرواح المساعدة والأرواح المتقدمة من المرشدين فقدان الخوف من مفارقة الحياة مساعدة سلاحة الكائنات الأخرى المادية وغير المادية استعداد ذكرية الروحية السابقة والحيوات السابقة تطوير القدرات النفسية الخارقة إلى عثور على خطة الحياة والمعلمة الحياة تسع نضج جدات وعملية التطور التوازن الطاقي والدفاع عن النفس الطاقي وفي أشياء كثيرة أخرى نسيتها اللزاع المدرسية حسيت لأنه بطرح أكثر سؤال بيتم طرح عليه هو بطرح كثير بس طرف على سؤال يعني أنا متفهيم لأنه أنا أول ما قابلتك بشوهند الزمان أول سحية قلت لك طب أنا هستفيد شنو كريمان وكل الناس ستسألوا لو هترجعي إما الحساب اللي مش مهندس فيه إما إذا عاوز إجابة مصطفيدة أكثر كمان على اليوتيوب التزييل الثاني تقريباً أو الثالث اللي هو بتاع البروجيكتولوجي الإسقاط علم الإسقاط حتلاقي فيه إجابة مفصلة أوكي؟ تسلام حبيبا هي جانب على الفكرة في جانب يعني أنا أعتقد هو كل ما تعمقنا أصلاً في محاولة فهم السؤال كل ما استطعنا إحنا نستوعب أكثر من الغرض من السؤال الشخص لما يقول لك ما الفائدة هو بتكلم من مستوى مادي يعني من السوم والطوعب السوم والطوعب عفهم بس عندك زي صوت يانسي الله حذرتك سمعني ألو؟ ألو سمعني انت سمعني حذرتك سامع نعم وأنا بصراحة كنت أرى أعرفت عن علم الإسقاط النجمي بصراحة بالصدفة فعايز أتعلم الزايع تابع حسابي أول مرة كماش لما بدعته أول مرة وكل حياة كانت مظبوطة معايا بس في طنين في الودن ما بعرفش أخش بعرفش أخرج من الجس بعثت نفسي عايز نخرج بس جسدي بس عايز نخرج كم عمرك عزيزي عم 16 لا حبيبي أصور شوي لما يصير عمرك 18 ابدأ أحاول هاي التجربة انت شوي صغير التجربة هاي كبيرة عليك شوي ابدأ في سن 18 تمام عزيزي تسلام يا عزيزي أنا طبعا لازم نعمل عندي في الموقع كنت اليوم بحضره لازم الشخص يكون بلغ 18 عشان يبدأ هذا المجال لأنه هذا المجال بتضمن تجارب يعني ذاتية أو قرارات بتطلب احترام الحرية الشخصية والأطفال اليوم تحت 18 أنا بصنف أي شيء تحت 18 إنه طفل فما عنده القدر على التخاذ قرارات بشكل مستقل عن تأثير الوالدين ما بأيد أصلاً يستخدم هذا الشروط بتمنع استخدم الخدرات عندها في الموقع عشان برضو السنة المسؤولية القانونية برضو مهم جيد بورد مهم جيد بورد في عنا قسط آخر نستقبل بس قبل القسط أنا في نقطة بس بدأ أبينها فوائد الخروج من الجسد لما الواحد بيطرحها بيطرحها من السومة بيطرحها من فوائد الجسدية كثير كان خاصة في بداياته في الخروج من الجسد لما كان الناس يطلب مني تعليمهم كيف يخرج من أجسادهم كان بيسألوني نفس الشؤال هل ممكن أخرج من الجسد عشان أعرف مثلا نتائج بورصة فأربح فلوس أو أعرف نتائج الأسئلة الانتحان أو شيء فبيبحثوا قاعدين عن السومة يعني بتجاهلوا أن السايكوسومة أصلاً لا ينتمي لهذا العالم هو يمثل جزء أعمق من وجودنا وبتعمقوا في هذا الموضوع أو بحاولوا يربطوا استخدامات عملية لتجارب روحية في هذا المستوى المادي بحيث تحقيق مستوى من الحياة خالي من الألم والمعاناة وبتجاهلوا أن ما يميز هذا المستوى من الوجود هو الألم والمعاناة العالم خارج جسد عالم جميل يا عزائي يعني المستويات الأثرية ما فيها جوع ما فيها فقر ما فيها ألم ما فيها معاناة أي شيء بتحلم فيه بالجسد أمامك فوراً يعني لو شخص يختبر هذا العالم ولو لعشرة دقائق حيتمنى أنه يرجع إليه بأي طريقة هذه هي أغنى من أغنى تجربة يعني أنا قبل ما سوق سيارة سوقتها في تجاربي في الخروج من الجسد أنا اختبرت طفوف الفضاء الخارجي على سطح القمر بين الكواكب بين المجرات اختبرت أشياء مستحيل مهما كانت كمية الأموال المادية في هذا المستوى المادي مستحيل إن أنا أقدر أختبرها فإن تحاول تربط المستوى الأثيري في المستوى المادي أنا بتفهمه هم بيحاولوا البشر يجعلوا حياته مع هذا المستوى الأرضي أقل معاناة لنفترض أن حياة خالية من أي تحديات من أي معاناة من أي ألم من أي شيء ما الفائدة من هذه الحياة إذا كل شيء متوفر إليك أكل شرب نوم متوفر أموال كل شيء كل شيء متوفر إليك وحياة بإعرفك طب و بعدين شو سفرنا؟ شو تعلمت؟ هذا الفقر في هذا المستوى المادي هو اللي أصلا الحافز للأرواح أن تدخل هذا المستوى وتقيد أنفسها هذا المعنى فأنت لما زي اللي بدو يطلع من حصة الرياضيات يتفدأها علشان يعني بدوش المعاناة تبع التفكير هذي وفي نفس الوقت بدو ينجح يعني في الكورس مستحيل هذا المغزى والمعنى يعني هو بيطمّنك طبعا الموضوع بيطمّنك أنه هذه ليست النهاية لما ترسب في هذا الاختبار الآن فهذه الحقيقة ليست النهاية بس حتكون معاناة على الفاضي حتتقدم بس حتتقدم بطيط بس مش معناته أنه أنت في كل شيء بالعالم الرحاني بدك تطوعه علشان يجعل وهذا ممكن على فكرة الأرواح قادرة على هذا الشيء قادرة أن تخليك أغني إنسان في هذا الوجود كمية الأموال المعاك لا تعد ولا تحصى طيب هذا بفيد السومة بس شو بفيد السايكوسومة والمينتلسومة وليش صفر لأنه المال في العالم الأثيري أنا بأكد لكم أنه في العالم الأثيري الدولار ما له قيمة يعتبر ورق شجر يعني بأكد الكلام هذا فما له أي معاناة قد ما تجمع أموال مليارات قبل ما تموت حتى هذا أنا عندي فلسفة فلسفة مالية خطيرة أني أنا ناوي أموت في آخر يوم في حياتي ما يكون معي في حساب البنكي الدرهم واحد دولار واحد حتى لأني أعتبر أن هذا هدر أنه يكون أنا ضايل معك في بنك أي شيء هذا هدر لأني لا ينفعني أبدا لكن هذا ما بتشوفه في قوانين جامعة الثروة ويقولك إشبع مليارات أنت مش حد انتفع منها أحفادك ممكن انتفع لك أنت لأ طيب شو استفدت؟ هو إلي شيء طيب أكي نستقبل بس القسط الأخير ونأخد بعدنا المداخل من كل واحد ونختم اللقاء فضل يا سفر التكوين ممكن ما في الصوت في صوت يا جماعة ولا انقطع الصوت ولا شو بموضوع عن وقتك واضح صوتك واضح حسنا فنكلو في القسط شكلهم السمعنا فخلاص نفتم الحين وفي شبك تضيفي دكتور إيمان وأمير أمير تصدر من لوح عندك إضافة ما تكن الفكرة الأخيرة بس أنا بحاول أن فكرة الفوائد حق الإسقاط النجني أو الخروج من الجساد أو البثاق الوعي دائماً هذه التجربة بتقوّف فيك الإنسانية قوة إنسانية أنت تعرف أنه في أشياء كثيرة تكون تخاف منها أو تعتبر من الأشياء التي تعيقك نفسياً لما تعرف قدراتك وتعرف أنك إنسان ممتد نحو العالم ستشعر بأنك في أمان أكثر والشعور الأمان ما تدري قديش هو رح يعطيك قدرة على التحكم في حياتك كشخص مجرّب لهذا الشيء لسخاط النجمي للخروج بالوعي لإنبثاق الوعي بعد التجربة أنا شعرت أني متحكم في حياتي أكثر استقبال الصدمات وما أقول صدمات ما هو شيء نادر أما أقول أنا أتعرض لصدمة كلنا اليوم بنتعرض لصدمات في العالم الحديث هذا إذا ما كان في كل سنة إحنا بنتعرض لـ 12 صدمة أو أقل الأشخاص اللي يكونوا في أحسن حال لصدمتين أو ثلاثة خلال السنة رح يكون متعب جداً نفسياً لكن الشعور بأنك أنت ممتد خارج هذا الجسد وأن الجسد هو مش مركز حياتك رح تكون أكثر تقبل لهذه الصدمات تقبل لمشاهدتك لبعض التجارب اللي ممكن تؤثر على حياتك بشكل سلبي بالعكس رح تقدر ترى تاثر الإيجابية لهذا الحدث هتقدر تراقب نفسك وتشوف تدات الفعل على أساس أنها هي جزء بسيط من هذه الحياة ما رح يأثر عليك بشكل عام لأنك أنت شيء أكبر من الجسد فمن أكبر الفوائد اللي أنا ممكن أستفيد منها أو اللي أنا استخدت منها فعلاً أنك أنت ترى الحياة بمنظور أوسع وبالتالي أي شيء تقابله في هذه الحياة المادية أنت تجاوزه وتقدر تحس بأنك أنت أقوى منه فهذه بالنسبة لي أكبر فاعدة أنا شفتها في المثاق الوعي وشكراً شكراً جميل والله جميل أنا ممتنة لكم كالعادة على العلم الغزير والمعلومات الجميلة اللي بتشاركوها وممتنة الذي أوفنا الكرام اللي كانوا معنا من الأول خالص والكانوا معنا وطلعوا كمان وبنذكر طبعاً أنه البث أسبوعي كل أربعة ساعة تاسعة ونصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة عشان معظم الناس سارق مكة المكرمة ونتمنى طبعاً نشوفكم معنا وكمان البث التسجيل حينزل في قناة اليوتيوب قناة مايسكيب تشانل الرابط ستلاقوه على حساب مايسكيب تشانل شكراً مرة تانية أياك الله دكتورة شكراً جزيلاً إليك ونختم هنا إن شاء الله وأشوفكم في بث قادم تحياتي لكم جميعاً ونراكم أسبوع القادم مع السلامة